بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الحضور ضيوف مصر القرام إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم أطالع هذا المحفل العالمي وأشرف بالترحيب بكم جميعاً في الدورة السادسة عشر للمؤتمر العالمي للاتصالات GSR-16 التي تستضيفها مصر هذا العام على أرض شرم الشيخ مدينة السلام وعلى مدى أربعة أيام تبدأ من 11 إلى 14 مايو 2016 سادة الحضور إن مصر بأسرها حكومة وشعباً ترحب بكم على أرضها وتسعد باستضافتكم وتشري فيكم لها خلال هذا المؤتمر واعلموا أيها الإخوة الكرام أن أرض مصر مفتوحة دائماً وأبداً للأصدقاء في كل مكان وأنكم محلة ترحاب في كل وقت فأهلاً ومرحباً بكم السادة الوفود المحترمون إن المؤتمر العالمي للاتصالات GSR-16 لهذا العام لا تمثل فرصة عظيمة يقدمها لانتحاد الدولي للمجتمع الدولي فقط وإنما هي كذلك بالنسبة لقطاع الاتصالات المصري بخاصة حيث تدشن خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الدولي للاتصالات هذا المسار الذي طالما تميز على مدار الأعوام السابقة بتناغم وتفاهم مؤثمر نتج عنه استضافة مصر للعديد من فعاليات الاتحاد الدولي للاتصالات سواء الإقليمية أو الدولية أو شغل العديد من المناصب بالمحافل المختلفة لأنشطة الاتحاد إنما حققته مصر من إنجازات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدى أكثر من عقد من الزمان وكذلك مواكبتنا لأحدث مستجدات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعكس مدى حرصنا على استيعاب كل ما هو جديد في العالم الرقمي فالحكومة المصرية تسعى دوماً لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على مستوى جودتها مع الحفاظ على حقوقهم انطلاقاً من اهتمام الدولة برفع مستوى معيشة المجتمع المصري وإيماناً منا بأهمية وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنمية المجتمعات وانعكاس التطور المستدام للتكنولوجيا الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأثره على رقي المجتمعات وتقدمها ومن ثم تولي الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً بقطاع الاتصالات المصري وتعمل على تطويره بصفة مستمرة بما يسمح بمواكبته لتطورات المجتمع الدولي عن طريق الاطلاع المسمر على أحدى استقنيات الاتصالات وآخر تطوراتها وتنفيذ ما يتناسب منها مع ظروف السوق الاتصالات المصري بناء على ذلك فقد بدأت الحكومة العمل على تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات حتى يكون له الدور الأساسي في استيعاب وتطبيق أحدث تكنولوجيا الاتصالات ويأتي على قمة أولويات الحكومة حالياً تقديم خدمات الجيل الرابع لسوق الاتصالات المصري في أسرع وقت ممكن حيث أنه جرى طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع في السوق المصري لضوابط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفي إطار قانون تنظيم الاتصالات المصري بما يتماشى مع السوق العالمية وهو الأمر الذي سوف يكون من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع بالإضافة إلى زيادة الإبداع والابتكار التكنولوجي وإتاحة العديد من فرص العمل للشباب السيدات والسادة الحضور الكرام في ضوء ما تقدم لا شك أن النذوة العالمية لمنظيم الاتصالات لهذا العام والتي جاءت تحت عنوان التمكين والشمول لبناء المجتمعات الزكية في عالم موصول تشكل حدثاً هاماً لجميع أطراف المجتمع الدولي من مختلف أصحاب المصالح في قطاع الاتصالات لما يتناوله جدع الأعمال المؤتمر من موضوعات في غاية الأهمية مثل التكنولوجيا المستقبلية والبيئة التنظيمية والتمكينية كذلك الاستفادة من الطيف الترددي لنشر الإنترنت فائق السرعة حيث أن الهدف هو ضمان توصيل الإنترنت وخدماته لجميع المواطنين ومن ثم إتاحة المجال بصورة أكبر للإبداع والابتكار كذلك تكمن أهمية المؤتمر في كونها منصة فريدة ومحايدة تتيح الفرصة للمنظمين ودوائر الصناعة وغيرهم من أطراف معنية للتفاعل وتبادل أفضل التجارب والخبرات بهدف إنجاح قطاع الاتصالات الدولي وخلق محور جديد وتحقيق نتائج مرضية في مجال تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونحن إذ نجتمع اليوم نحرص على التكاتف والتعاون كمجتمع دولي واحد لضمان وصول كافة مزايا العالم الرقمي إلى جميع مستخدمي قطاعات الاتصالات بشكل سريع وآمن وفعال وأيضا توفير وتسخير قطاع الاتصالات في الخدمات المالية والطاقة وعلى سبيل المثال الشمول المالي الرقمي كيف يمكن تحقيق الشمول للذين ليس لديهم حسابات مصرفية وللمحرومين من التواصل في المجتمع الزكي القائم اليوم وهو ما تعكف عليه الحكومة المصرية الآن كذلك بناء جثور الثقة لدى المستخدمين ويتطلب ذلك أيضا التركيز على حماية سرية وخصوصية ما يتم الحصول عليه من معلومات وبيانات وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال بيئة تنظيمية فعالة وزكية تستهدف تمكين المستخدم وإعادة صياغة المسؤوليات وخلق الظروف المواتية لصناعة اقتصاد مزدهر وفي هذا الإطار أؤكد أهمية التفاعل والتواصل في هذا المحفل الهام بين السادة الحضور بجانب ما سيتم من تفاعل بين هذا القطاع والقطاعات الأخرى المختلفة حيث سيساهم ذلك في صياغة المبادئ التوجيهية الصادرة عن المؤتمر بشكل أفضل بشأن أفضل الممارسات والمزايا المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التقنيات الحديثة وما تحقق من تطورات تكنولوجية هائلة بالإضافة إلى أثار الابتكار المفتوح والنمازج التجارية الجديدة على التنظيم التعاوني وهو ما سوف ينعكس في صورة سياسات وأطر تنظيمية من قبل الهيئات التنظيمية حتى يتم تمكينها من تطوير أدائها أختتم كلمتي هذه بتقديم خالص شكري وتقديري للاتحاد الدولي للاتصالات وفريق عمل هذا المؤتمر على كل ما بذلوه من جهد في سبيل الإعداد للحدث على أرض مصر كما أشكر إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب قطاع التنمية على اختيارها مصر لاستضافة الحدث وأخيرا وليس آخرا أشكركم جميعا لتشريفكم لنا متمنيا النجاح المسمر والتوفيق للمؤتمر وإقامة هادئة وممتعة أقترح على القائمين على الاتحاد الدولي للاتصالات وهذه دعوة للترحيب باستضافة مصر المؤتمر العالمي للراديو WRC في دورته القادمة والذي سننظمه الاتحاد الدولي للاتصالات السيدات والسادة الحضور الكرام أود أن أنقل قبل أن أنهي كلمتي أود أن أنقل لحضراتكم جميعا تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والذي شرفنا بأن يكون المؤتمر تحت رعاية سيادته وكذلك تمنيات سيادته ليكم جميعا بالنجاح والتوفيق لهذا المؤتمر شكرا لحضوركم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة